السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة لكل متابعي الكرام وكل من التحق بنا مؤخرا وجمعة مباركة للجميع اليوم سوف نتكلم الاختيفة ابن بطوش وقتل معارض بالبوليزاريو كذلك سوف نتكلم مباشرة بعد نشر الوثائق لكي تبتوك مغربية الصحراء الشرقية فرنطا تستجيب للمغرب فابقوا معي الاخوان شوفوا التفاصيل لهذا المواضح دائما كنتمنى منكم انكم تدعموا هذه القناة بالضغط على زر اعجاب كذلك تدعمونا بالبرتاج والاشتراك لان هذه القناة ستعرضت ليس هجمة غير مسبوقة من طرف الدوباب الالكتروني وبالتالي الاشعارات لا يوصلوا للمتتبعين فرجائي منكم انكم تدعمونا بالضغط على زر اعجاب كذلك تدعمونا بالتعاليق وعلى بركة الله سوف ندخلوا الصور بالموضوع ونبدأوا بالمخيامات المخيامات تدوفوا تحت طريق قتيال معارض للبوليزاريو اليوم المخيامات تدوف تشتعل وكيورطوا المخابرات الخارجية الجزائرية ويعجلوا بتفكيك هاد المخيامات حيث اصبح الشباب بالمخيامات تدوف اكتر عدوانية امام الحصان المستمر واللي كيتفرضوا عليهم ميليشيات بوليزاريو والجيش الجزائري هنا اكشفت هاد اللقفة الاحتجاجية بتدوف صحة الخبر والمعلن عنها قبل ايام واللي يشير الى موافقة المخابرات الجزائرية وقيادة البوليزاريو لتصفية احد المعارضين ديال سياسة البوليزاريو واللي كان يسمى في قيد حياته محمد فاضل ولد الباب ولد العميري العائلة دياله او العائلة ديال ضحية كاتهم بشكل صريح المخابرات الجزائرية وكذلك كاتهم البوليزاريو بالاغتيال دياله من بعد ما تم الاعلان صراحة انه يعارض استمرار تحكم البوليزاريو في المساعدات الدولية اللي كيمنحها لهم واستمرار الدفع بابناء المحتجزين نحو المجهول وكان المغتال مطلوب من المخابرات الجزائرية هذه مدة بسبب النشاط دياله ضد البوليزاريو في المخيامات ديالتيندوف وايضا اتهامه باللي هو كينتمي الى المحتجزين الداعمين للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل النزاع المفتعل فالمخيامات ديالتيندوف اليوم كتعيش ايام على صفيح ساخن وهذا شي بسبب فرض العسكر الجزائري مرة اخرى بنبطوش على رأس التنظيم البوليزاريو وهذا الشي اللي ادى الى تفاقم واستياء سكان مخيامات ديالتيندوف اللي ادخلات اليوم في واحد الدوامة بعنف وانتشار الفوضى وهذا الشي اللي تسبب في موجة هلع بين الساكنة المحتجزة داخل مخيامات تيندوف فالاشتباكات مازال مستمرة والناس التما ما زالك تعاني من العطاش من بعد ما قاموا واحد الجامعة مجهولة يعني مجموعة من الناس مجهولين بحرق صهاري جلمية تابعة للمخيام ديال اسرد بالجزائر واقتحام المقار اللي كيسميوه يعني ما يسمى بشرطة البوليزاريو حيث قاموا بنهب واشعالوا النار فيه وعرفات يعني هاد المخيامات عدة اعمال عنف وتخريب منذ بداية فبراير راه اعمال اللي ارتكبها مجموعة من الشباب العاطيلين عن العمل وكينتمون الى شباكات الاتجار لغير المشروعة يعني بالمخيامات خاصة المخدرات وهاد القربالة هي اللي كتفسر الغياب ديال بنبطوش عن القيمة ديال اتحاد الافريقى الاخيرة هاد الاجتماع اللي عمر بنبطوش مفوتو فهدي ماشي من العدد ديال بنبطوش بنبطوش اللي لم يحدو القيمة ديال اديسابابا اللي انعقدت نهاية الاسبوع الماضي بسبب الوضع الخاطير في الحمادة حيث تندد الغالبية العظمة من السكنة بما في ذلك بعض القادة التاريخيين واللي تفرض عليهم بنبطوش وهاد الامور وبدون شك غاد يتعجل بأكدوبة الدولة الصحراوية وبالتالي غاد يتعجل بتفكيك تندوف كذلك هاد التحركات ديال النظام العسكري الجزائري دولة الموز فخلال هاد القيمة الافريقية الاخيرة كشفات نهاية تنظيم البوليزاليو وهاد الشي اللي خلال نظام العسكري الجزائري يعود لتحركات دياله يعود لديبلوماسيا دياله ديال الشيكات والهيبات وخلاتهم يخسروا مليار دولار امريكي من اجل شيء فهذا فيما يخص الصحراء المغربية اما يلاجه نتكلموا على الصحراء الشرقية ومن بعد ما المغرب يبدأ كيتحرك وكيتكلم على الصحراء الشرقية بالنسبة للوتائق المتعلقة بقضية الصحراء هي متوفرة جدا 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 في المغرب وحينما اقول الصحراء يعني بها الصحراء بين مزدوجتها الغربية والشرقية ايضا فالصحراء متوفرة لدينا وهنا اعيد حتى الجواب على صديقي انه يمكنكم للطلاع على هذه الوتائق ويمكنكم لانها مرتبة والحمد لله منذ غد انا في انتظارك فيجب ان تأتيها وتطلع عليها حينما اقول الوتائق المتعلقة بصحراء ليست الوتائق فقط المرسلات او الضهائر او البيعات هناك خرائط تبين كيف تطورت الحدود وهناك بعض الرسوم للحدود وهناك الاتفاقيات وهناك الرسائل المتبادلة منذ العصر الوسيط الى اليوم على قضية السحراء قضية السحراء مغربية من خلال وثائقنا وهي تنتظر اقلامكم فنحن في خدمتكم فكما كان متوقع بدأ السعار وبدأ البكاء في النظام العسكري الجزائري بدأت الابواق الاعلامية الجزائرية تحدث عن وحدة ترابية دولة الطوابير يعني تكلموا ان المغرب بدك يهدد الوحدة الترابية للجزائر فقط من خلال تصريح من مديرة مكتب الوتائق الملكية واللي اعلنت على ان هناك وثائق عن الصحراء الشرقية وهي صحراء شرقية مغربية ولهذا اسرعت الجزائر للتودد لفرنسا وسرعا مع هذا السفير الجزائري لفرنسا وصحبات كل الاتهامة لفرنسا هنا يخرج حيث بالتقدم الاشتراكي كرد على المغرب اللي هو حيث بفرنسا قال لك غادي يديروا واحد المؤتمر دولي عن الصحراء المغربية علاش في هذا الوقت تبدأ وهذا الشي بطبيعات الحال كيدخل في اطار الابتزازات قال لك غادي يجمعوا مجموعة من الاكاديميين مجموعة من الصحفيين غادي تكلموا عن الصحراء المغربية في اطار الحل ولكن الحل رأى عند فرنسا فالحل عندكم بدون يلف ولا دوارا الحل هو الكشف عن الوتائق لان السبب ديال هاد الشي كامل هي فرنسا بالنسبة لاسبانيا فهي اعترفات بالصحراء المغربية اما فرنسا واللي مخربقة حتى الولايات المتحدة الامريكية لانها عندها مفاتيح وعندها الحل النهائي عندها الوتائق الى خروجة فرنسا الوتائق صفي ما بقى شي حاجات سميتها النزاح يعني بشار بلوم يعني قاع هادو كل اراضي المغربية ترجع الى الحوض المغربي وما نتكلموش على الصحراء الشرقية وبالتالي ما غاديش نتكلمو على شي عاجات سميتها البوليزاريو اذا فرنسا عندها الحل هاد الصحفيين خاصهم يطالبوا الحكومة ديالهم بالكشف عن الوتائق والحمد لله احنا المغربة او المغرب ما عنا مناش نخافوه بركة ملهدرة الخاوية الى كانت حسنية هي فرنسا تكشف لنا على الوتائق ونسترجعو الاراضي ديالنا المغتصابة منطرف فرنسا والتي اقتطعتها وعطتها للجزائر وتلزمان الاقصر في الصحراء الشرقية مغربية وستعود للحوض المغربي فالمغرب ينتظر غير ينهي نزاع الصحراء المغربية ونرجعو ان شاء الله للصحراء الشرقية المغربية فاخواني اخواتي هذا هو الموضوع ديالنا تحية لكم كبيرة شكرا لحسن المتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة